سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام اهلا وسهلا فيكم بقناة سلام للالعاب رحب فيكم ومن جديد نعود للعبة هاي دي اصدقانا الكرام اليوم خبر جديد تم تمديد الحدث العالمي لطلبات الشاحنة اليوم اضافي حتى يتمكن مجتمع هاي دي او مزارع هاي دي من الوصول للرقم العالمي المطلوب لهذا الحدث ومئة وخمسين مليون الان تقريبا تجاوزنا المئة واربعين مليون واتوقع بعد الاضافة الثانية لأيام هذا الحدث راح نتجاوز المئة وخمسين مليون ونقول مقدما مبروك عليكم الجائزة اللي تم رصدها لهذا الحدث بعد تجاوز الرقم المطلوب عالميا وتوقعاتي كثيرة بان الحدث هذا ممكن هناك في بعض العوامل هي اللي سببت تأخر بتجاوز الرقم العالمي ولكن هناك في حدث شبيه له كان في رمضان وهو حدث رمضان العالمي لطلبات الشاحنة واللي كان في الجائزة القبة الخاصة بذاك الحدث كان الرقم مطلوب علينا مئتين مليون طلب وكان عدد ايام الخاصة بالحدث اقل من عدد ايام الحدث هذا والرقم اللي توصلنا له في ذاك الوقت كان مئة وثمانين مليون وانتهى وقت الحدث واحنا ما قدرنا نجيب المئتين مليون طلب ايش صار؟ هاي دي عملت الجائزة كهدية لجميع المزارع اوكي اصدقائنا مع بداية فيديونا لا تنسون الضغط على اللايك وكذلك لا تنسون التعليقات جدا مهمة وكذلك الغير مشتركين نقول حياةكم والله معانا تعالوا واشتركوا خلونا نشوف الخبر الاكيد نعم تم تمديده مدة 24 ساعة اضافية يوم كامل واتوقع بان الرقم العالمي اللي وصلنا الان 144 مليون خلال تقريبا ساعات وراح نتجاوز الرقم المطلوب وهو 150 مليون اعلى الاحياء السوليت واحدث المساهمين مروة واعلى المساهمين تركي والحدث نعتبره الان وجائزته موجودة عند الجميع مبروك مقدما خلونا نروح كذلك اصدقائنا للاخبار الجديدة لهذا الاسبوع يوم الاثنين كان تدوير العجلة وكان فيها قسائم ولكن اليوم ايش اللي موجود حدث زوار البلدة مواد للصومعة وللحضيرة اللي يودهم يطورون الصومعة والحضيرة اليوم حاولون يركزون مع طلبات زوار البلدة يوم الاربعاء بيكون حدث القارب راح يكون فيه معززات معززات ما ندري بالضبط وشن هي يعني ممكن معزز لضعف نقاط الخبرة معزز ضعف الاموال معزز ارنست معزز روز معزز توم معزز للآلات معزز زيادة الانتاج للحقول كل هذه المعززات قد تكون متاحة وموجودة مع حدث القارب يوم الاربعاء وهو يوم الغد يوم الخميس حدث زوار المزرعة ضعف العملات يوم الجمعة حدث تعزيز انتاجية صيد صالون البط وآلة صناعة الشباك تسريع ثلاثين في المية زائد ضعف نقاط الفارباس اوكي يوم السبت حدث زوار البلدة ضعف نقاط الخبرة ايش هذا نعود مرة ثانية للبلدة طبعا اوكي يوم السبت حدث زوار البلدة ضعف نقاط الخبرة يوم الاحد وهو اخر يوم في هذا الاسبوع من الاخبار والاحداث حدث تعزيز المحاصيل ثلاث حزم بدلا من اثنين من الحزم راح يكون على ثلاث محاصيل عشوائية في المزارع كلها نتمنى لجميع التوفيق في الاحداث والاخبار القادمة لمزارع هذه دولة عالم هذه اصدقائنا احنا راح نواصل بالحدث الخاص كذلك بالكاونتيفير باقي له يوم واحد ننتبه كاونتيفير باقي له يوم واحد ويخلص اصدقائنا وهو حدث معرض المحافظة الصيفي فاحنا ننتبه لهذا الشيء اليوم راح نمشي عندنا مع هذا الحدث ونستفيد من الجوائز المرصودة سواء كانت جوائز يومية او جوائز كذلك في نهاية الحدث راح نحصل على لوحة صورة الملاهي وكذلك خمسة تصريح توسعة وقسيمة كاتكوت ولكن اقل شيء يوميا تحصلون على خمسمائة شريط او خمسمائة نقطة في العمود المقابل للجوائز اليومية خلونا نمشي اليوم جدا ممتاز وجدا يعتبر رائع اليوم الجوائز اول ميتين وخمسين نقطة نحصل فيها اليوم راح نحصل على تصريح توسعة ولا تنسونا هناك عندنا خمسة تصريح توسعة ولما نصل الى الخمسمائة نقطة نحصل على قطعة لغز اوكي خلوني امشي طالما انها لا يوجد عندنا حدث فاحنا نقدر نمشي ونستفيد اوكي عندي سبعة عشر خلينا نمشي الطبق اوكي عندي سبعة نمشي مشي نحصل على واحد وخمسين نقطة صوف مشي مشي الصوف هذه كلها اشياء بسيطة صوف اه محاصيل زراعية الاشياء الخاصة بالفواكه كذلك كلها تعتبر شيء بسيطة بعدها نبتدي نختار وين المنتج القليل او الكثير هذا راح نحذفه لان العدد عندي قليل عندنا خمسة عصير جوافة راح نحصل على مئة نقطة اتوقع راح نتجاوز اه حصلت على تصريح التوسع حاليا الكعك مطلوب من عندي اوكي عندنا دونت مقرمش راح نحصل على مئة الكعكات هذي راح اعمل لها تقريبا دليت حتى بعدين يطلع لي اه مهام اخرى اه عندنا اوكي هذا سهل بعد ليمون مخثر مئة كويس ممتاز اوكي حصلت على الان وتجاوزت الخمسمائة نقطة وحصلت على قطعة اللغز باقينا اربعة من القسائم الملونة ما هو ضروري احصل عليها لاني اليوم خلاص كملت وبكذا اكون ضمنت الجوائز الثلاثة لوح صورة الملاهي وخمسة تصريح توسعة وقسيمة الكتكوت خلونا نروح نلعب شوي لعبة الحظ اصدقانا معاكم لان اللي موجود عندي سبعة محاولات اوكي هذي اول وحدة ثانية اوكي خلوني اتجاوز الثالثة تتوقعون ها هنا الثالثة تجاوزناها الان راح نعدي وين بعد ثلاث محاولات ناجحة تقدر اتعدي للمرحلة اللي بعدها اوكي عندنا اثنين متفجرات اول وحدة يمين اسفل راح بالتأكيد ما راح يكون فيه متفجرة الانها تغير مكانها اوكي يارب اوكي باقي لي محاولة واحدة وراح انتقل للمرحلة الثالثة اش رايكم يارب اوكي ممتاز 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 انا اعتبره نجاح لاني ما دفعت ولا مجوهرة للتعويض المرحلة هذه هي اللي نهرب فيها الهروب من هذه المرحلة لان المرحلة هذه قد تكلف ممكن خمس وثلاثين مجوهرة او ممكن تصل المرة الثانية تصل الى ستين توقع ثلاثين مجوهرة اول محاولة وثاني محاولة بتكون ستين خطيرة جدا اللعبة هذه يلا هذه اوكي اوكي ممتاز اثنين مطرقة تتوقعون وين راحت هالمكانها اوكي خلاص الان من المفترض اني اطلع خلاص ما اقعد اوكي انهاء ولا مجوهرة صرفت حظ جدا رائع حصلنا على خمسة عسل وثلاثة معول اثنين شريط لاصق خمسة مصاصة هذه تعتبر انتاجية آلة الحلوة تنتجهم مدة ثلاثة ايام اوكي واحد من شهر ثلاثة مجرفة اثنين مطرقة وتسعة قسائم زرقاخ المطاربة اوكي لسه باقيني ثمان محاولات الى الان ما خلستهم اوكي اصدقائنا احنا الان نروح نشوف الحدث نمشي طلبات شاحنة ونمشي شوية بالحدث نساعد ولو ان الحدث انا اعتبره خلاص انتهى الحدث عندنا اصدقائنا كذلك هناك في قارب والقارب في قطعات لغز قبل شوي حصلت على قطعة لغز والان راح احصل على قطعة لغز لما اكمل طلبات القارب ولو انه هنا طلب ايش اكتمل هدف فارنباس يومي بعد اغلاق ثلاثة من الصناديق للقارب هذا هدف يومي اه الطلب هو فشار بالعسل يعتبر من الاشياء من المنتجات النادرة خاصة لما يطلب من عندك اربعة اربعة اربع صناديق معناتها راح ياخذ من عندي 16 هذي كم تستغرق الى الفشار بانتاجهم ونحتاج الى العسل والعسل يعتبر صعب لان الرحيق كذلك صعب جلبه من شجرة الرحيق اوكي الفوانية كذلك غالي ورد الفوانية وزهرة الفوانية تعتبر من المحاصيل المحاصيل الزراعية النادرة اما المانجو فهو سهل جدا وبسيط شجرة المانجو اذا عندك كثير راح تحصل على الكثير اوكي اصدقائنا راح نحصل على خمسمية وسبعة وسبعين نقطة اكس بي وقسيمة ذهبية وقطعة اللغز ممتاز هذا اللي انا كنت ادور عليه قطعة اللغز نحصل عليها اوكي القارب مشى ونروح نشوف معاكم اصدقائنا عجلة الحظ وش فيها عجلة الحظ اليوم فيها قسيمة زرقة وفيها معزز للالات فقط اليوم ما فيه شيء كثير يعني النسبة عشرين في المية يعني معناها في عجلة الحظ حظك اليوم عشرين في المية يضاف لها النجمة اللي فوق نقول ثلاثين في المية اليوم حظك يعتبر الحظ جدا من منظار ضيق يعني من مكان ضيق اذا انت حصلت على وحدة من هذه الجوائز البقية كلها منتجات وفيه قطعة زينة اوكي خلونا نمشي عندي دورتين لاني شاحن فارنباس يعني الحظ سيء لكن يلا فطيرة ما في مشكلة وقف على القسيمة الملونة لا ما راح يوقف نهائية اوكي حصلنا على قطعة ديكور ما في مشكلة خلصنا الان من عجلة الحظ اصدقائنا راح اليوم نشوف طبعا مدى معانا ديربي عادي ديربي الحي وهو ديربي عادي بامكان اي واحد يقدر تجاوزه والديربي جدا سهل تمنى التوفيق للجميع اصدقائنا بهذا الديربي لابد نحذف جميع المهام ما دون الثلاثمية وعشرين نقطة وكذلك حذف المهام الصعبة في هذا الديربي مالها داعي تبقى معانا راح نروح معاكم الان الى الوادي وتنتهي جولتنا معاكم في مزارع هاي دي ونشوف ايش عندنا اوكي وصلنا حيوانات والان نستلم قطع المبادلة وهناك تمت مهمة من احد الاهداف او المهام اليومية وعندنا صندوق نفتح اصدقائنا وحصلنا على اه قسائم بنفسجية ممتاز اوكي زر متجر اسماك وعندنا اثنين من المهام خلصناهم اجمع ثلاثين من قطع المبادلة الحمراء واجمع ثلاثين من قطع المبادلة الزرقاء ولكن الى الان ما خلصنا زر متجر اسماك وقد الشاحنة الى سبعة من الباباني او المحطات سبعة اوكي هذه اول جولة لنا ولكن قبل ما نبتدي جولتنا نشوف وين اقرب حيوانات لنا تقريبا اقرب حيوانات اه للمحمية حتى ما نصرف الكثير توقعاتي انهم هنا واحد هنا واحد هنا وهنا في زرافة يعني حددنا او 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 ان شاء الله بتكون بيكون المسار اسهل لان اكتشفنا هنا بعد كذلك في طريقنا طبعا هنا موجود متجر الاسماك ما راح اروح له يعني مهما عملت اوكي فرس النهر في طريقنا الان عندنا فيل والزرافة الزرافة اتوقع عنها بعيدة فالافضل ركز على الفيلين هذا فيل وهذا فيل تركيزنا بيكون عليهم اه محطتنا القادمة بتكون محطة الوقود افضل ممكن حصل الوقود يا للاسف تعطلت شاحنتك يا ساعتين راح نحتاج للاصلاح او ندفع ثمان مجوهرات ويستحير راح ندفع ثمان المجوهرات حاليا اوكي اصدقائنا جينا على نهاية جولتنا في لعبة هاي دي اتمنى لكم التوفيق اصدقائنا لا تنسون اللايك ولا تنسون كذلك التعليقات دخلكم معنا في السحب ولا تنسون الاشتراك بالاشتراك جدا ضروري معنا وحياكم الله اصدقائنا جميعا انا استودعكم الله ومع السلامة